رجل الأعمال المهندس نجيب سويرس اللي كثير الشكوى عمال على بطال إنه دايماً بيتكلم مش عكس الطيار العام لكن وكأنه كل شوية بيقول أنا موجود ودي حرية برضو أنا لا تعليق ليه لكن أنا بقول لنجيب مبارح اتكلمت بشكل واضح جداً على مسألة بتخصني أنا شخصية وبتخص كثير من الناس مبارح ناس كثير كلمتني في شيخ زايد متأزين ومتضايقين بشكل جبير جداً بيشعروا بالضيق الشديد من جراء ما يجري في زد وبالمناسبة يعني الرجل اللي بيشتكي بيقول أنا ما بيشتغلش والقطاع الخاص والقطاع العام ما هو زد دا هو بيملكها وقدها من مين؟ وقدها من الدولة والدولة بتشرف على هذا الكلام فأنا مندهش جداً إنه رجل من 2014 ل2021 بيحقق أرباح ربعمية مليون دولار وبيقول ما بيشتغلش طب شركة قرسكم شركة قرسكم دي شغالة في العاصمة الإدريق الجديدة عاملة الحي الحكومي هم اللي بنيين مجلس الوزراء في الحي الحكومي طب هم اللي عاملين مشروع المونوليل طب هم اللي عاملين بيشاركين في الطرق يا جماعة أنا بقول هل إحنا إحنا كناس بنعتبر رجال دولة يعني في الإعلام ولا غيره ولا غيره هل إحنا في مرة من المرات قلنا دا بيقول لا حسن علامه لما قلنا العرب وقرسكم وغيره أنا هنا في هذا المكان قبل كده مئة مرة أقول إحنا عايزيني الشركات دي تطلع والرئيس بيسافر برة بيفتح لهم شغل بإفريقيا وغيره 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 دا لسه في مشروع وأنا فاكر هذا الكلام بقولي نجيب اوعى تنسى أنه مشروع طرعة بحر البقر محطة التحلية شركة إوراسكو مع المقولين العرب ليتنين وغدين جايزة من بتاعة الرقامة القياسية اسمها إيه بتاعة جينيس جينيس وغدين جايزة ليه أن المشروع من أطخم مشروع في العالم واوة إلى آخره بحضور الرئيس أنتو يعني إزاي نقول أن القطاع الخاص ومش القطاع الخاص أنا مش فاهم فأنا بقول ثاني يعني بعض مش بعض التصراحات حقيقة معظم التصراحات مجيب متيرة للجدل في غير موضع الجدل ما إحنا بنحب الجدل وبنحب الرأي وراء الآخر وبنحب لكن أنا بسأل بسأل المهانس تجيب بتنسى أصلا والجيل الحالي ربما لا يعرف الجيل الحالي بتكلم عن راجل الأعمال وانتو راجل الأعمال بتهجموز حد مبارح بقول لي بقيت ما بهاجمش راجل الأعمال حاشة لله إن هاجم راجل الأعمال أنا بهاجم ممارسات خد بالك في فرق من الهجوم على شخص أنا أحترم كل الأشخاص مئة بالمئة لكن أهاجم أهاجم إيه أهاجم ممارسات ليس لي أي مشكلة على الإطلاق لا معنى جيد ولا مع غيره على الإطلاق لا تربطني لا علاقة ولا مشكلة مع أي حد الحمد لله أنا قضيتي هي قضية ممارسات بتمثل الدول إنها مبارح استأذن تقول لكم أنا أمر شخصي أنا ساكن جانبي زد متأذي جدا مما يجري في زد بقول حاجات بسيطة ممكن تبقى شكلها تافئ لكن بقول لكم أنا كنت أفكت حياتي شخصيا أكثر من مرة نتيجة إنه سيارات أو عربات أو حفلات نقل طر المواد البناء بتمشي عكسي بسرعة جرونية لأنه مستقويين باسم المستثمر اللي هو ما فيه اللي هو نجيم اتنين الحفلات قلت تاني الحفلات الصاخبة الصاريخة في زد ونادي زد والناس وغيره بشكل بشع جدا ده حقي ورأيي وقلته دي نقطة وهلجأ للجهات زي ما قلت قلاص لكن بتكلم تاني على الشخص تاني في حد بيقول لي يا عم يا عم ده المفروض انه ده رجل رجل أعمال كبير وكذا بتحجمه ليه ما بيش حاجة اسمه كبير وصغير رجل أعمال ومستثمر وعنده مئات المليارات ولا بيل جيتس ولا حتى إلون ماصر ليه هو أنا مالي أنا مالي وناخد حاجة حطها في جيبي ولا هلطب منه حاجة لم يحدث ولن يحدث إلا أنا موت على الإطلاق مع أي حد وكلامي واضح وأنا أحد هؤلاء الناس اللي عاملين في الحقل الإعلامي بعرقهم وبمجهدهم وبشآه كلام واضح جدا لكان لنا قبل كده بتزاز لحد ولا كان لنا علاقة بحد ولا هيكون إن شاء الله عشان كنا بتكلم بقلب جامد وبقوة بقول أنا مواطن بسيط عادي زي بقيت المصريين ونجيب مواطن زي زيه وغير نجيب طبعا كلنا سوا سيه بالتالي لما بيننا كل احترام وبيننا قانون فأنا لما أنا أشتكي وألجأ للقانون وللدولة أعتقد ده حقي اتنين برجع بقى للشخصية اللي بتشتكي إنه الوضع الإسماري في مصر تصريح واحد من نجيب بيؤثر على مصر ليه؟ لأنه هو الرجل زائع الصيد وبتكلمه غير وغير لكن بسأله مجموعة أسئلة والاستفرات أنا مش عارف بس عايز أعرف كم مصنع أنشأه نجيب وبيشغل كم عامل ده سؤال أنا معرفش اتنين القيم المضافة اللي أضافها نجيب للإقتصاد المصري من جراء مشروعات استثمار حقيقي صناعي أو زراعي ده سؤال كل ما أعرفه وربما أكون مخطئ إنه أول شغلانة كبيرة يعني النجيب كانت رخصة المحمود مبني أيام الدكتور كمال الجنزولي الله يرحمه بسأل برضو يعني ما هو المجهود الذي يبوزل وكيف كانت ظروف هذه الصفقة في حين أنا بسألة برضو بريئة جدا جدا اتنين حتى نجيب اشتراها خد الرخصة من الدولة في 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 1998 أعتقد يعني أيام كمال الجنزولي وبعدين اشتغل وبعدين باحها خدها بكام وباحها بكام مكاسب كام حلال عليه فلما بيدفع ضرايبه وحق قول الدولة وأنا برضو ما عرفش دفع أكيد الدولة طبعا مزح صعر تقول هذا كده اتنين بسأل نجيب الدولة قصرت معاك في هذا الإطار عشان تقول الدولة بتزاحم ده واحد اتنين أرض الجونة اللي فيها مهرجان الجونة السينمائي كيف حصلت أسرة سويرس على هذه الأرض والرخصة أنا بسأل برضو أسئلة والله يعني أسئلة من وحي كده وأنا أتكلم عادي كيف استطاعت مجموعة سويرس أو أوراسكوم أو غيره أنها تشغل في زد كيف استطاعت أنها تشتغل في العاصمة الجديدة كيف استطاعت أنها تشتغل في المونوريل كيف استطاعت أنها تشتغل في عشرات والمئات المشروعات الموجودة في البلد شركة أوراسكوم شركة محترمة شركة وطنية ما أقعد أشأتكلم كل الشركات الموجودة والمصانع الموجودة إحنا ندعم عشان ده جزء من رأس مالي الوطني لكن في النهاية من يملك هذه المشروعات لا يظن أنه قادر على أنه يهز الاقتصاد المصري ولا يجب يخطئ من يظن أنه قادر يخطئ من يظن أنه قادر بتصريح أو بتلميح أنه يؤثر على اقتصاد مصري فترة الاستثمار في الفوضى اللي كانت موجودة في 2011 وقبل 2011 وبعد 2011 لن تعود مرة أخرى تاني تاني بقول ليسمع كل الناس رجال أعمال ومستثمرين ومواطنين عاديين وبتوق إعلام وبتوق صحافة لن تعود مصر الوراء أتذكر وأذكركم بقول شديدة الأهمية للرئيس عبدالفتاح السيسي حينما قال حينما غابت الدولة حدث كل هذا الخراب من إهضار ملعام من تعديات من من لن تغيب الدولة مجددة وأنا بقول تاني برضو لرجال الأعمال إحنا في حاجة إليكم أنا في مدينة السيادات الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بيتكلم بيقول إنه دعوتي لرجال الأعمال تعالوا اشتغلوا معنا تعالوا شاركونا تعالوا شولوا معنا تعالوا 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 كل داك الدعوات الرئاسية لم تجد هذه الدعوات الرئاسية الاستجابة الكاملة من رجال الأعمال لكن رجال الأعمال تفرغوا لتسويق أنفسهم تاني بقول تفرغوا ليه تسويق أمال وتصريحات ملاش علاقة بالنشاط الاقتصاد نفسه أنا بسأله بقول فين المشروع الضخم العملاق فين إيلون مصر واللي بيعمله فين دا الراجل بتاع الفيسبوك عمل المشروع بيكسب منه قد إيه دا قد اقتصاد مصر مرتين فين الشغل اللي بتحق يا جماعة محدش من جامل مصر تاني من الآخر بقول لي نجيب يا نجيب انت لم تجامل مصر خالص ولا انت ولا غيرك بالمناسبة مفيش حد جامل مصر مصر من جامل الجميع مصر خرها على الجميع مصر خرها على كل محدش يقدر ينكر الا جاحد او كاذب انا بقول تاني ليس هناك معركة شخصية ولا تكون بيني وبين اي حد لكن انا فقط اعلق على مشهد عام تصريحات مش عجباني انا حر لنجيب كثيرة منها تصريحاته على الفن والفنانين ومغني المهرجانات او الناس اللي بيقدروا في المهرجانات ودفاعوا عن عملية ذوق عام انا اعتقد انه خلل في المنظومة القيامية الموجودة وفي نفس الوقت انا في مشكلة بيني وبين زد اللي قدامي اللي بتؤرق حياتي انا والكثيرين الاف الناس اللي تواصلوا معي مبارح لذا اجب بقول انه انتظر من نجيب والقائمين معرفش مين المسؤول القانوني انه يحترم الجيران موضوع بسيط جدا احترم جيرانك في المساكن والمباني والاماكن السكنية اللي موجودة فيه الشيخ زايد لانه يا سيد نجيب الشيخ زايد ليست الجونة عندما يكون هناك حفلات صاخبة الى اوقات متأخرة من الليل اعتقد هذا يليخ بالجونة لانها منتجع سياحي احترم جيرانك في زد واعمل ضبط لعملية النقل والانتقال للمواد البناء علشان ما حصلش كوارث زي اللي حصلت قدامك مدرسة وكمان اعمل مكان يليخ باستقبال العيال الولاد اللي جايين يقدموا فيه مدرسة كله عمك في زد واعتقد انه ده حقنا اتنين الحفلات دي لازم يكون مقننة انا معرفش مين المسؤول ومين يعمل ايه لكن انا بتكلم وهذه صرخة في البرية صرخة في الهواء الى من يهمه الامر انا يهمه الامر الى من هو مسؤول بقول تاني اغيثونا وانا مش بكاء يعمل مش واحد مثلا خايف لا انا بتكلم بشكل واضح ما يجري في زد من خروج على القانون وخروج على الاعراف وخروج على التقاليد غير مقبول شكلا وموضوعا ولن يستمر وايه ولن يستمر